اشتركوا في القناة حسب ما فدت به اليوم الثلتاء حصيلة للحماية المدنية واضح ذات والمصدر ان اثقل حصيلة قد سجلت بولاية الجلفة بوفاة اربعة اشخاص واصابة تسعة واربعين اخرين تم اسعافهم وتحولهم الى المراكز الاستشفائية على اثر ثمانية وعشرين حادثة مرورة في ملفية التربية اعلنت الوزارة والوصية انه سيتم تنصيب لجنة مكلفة بمراجعة القانون الاساسي لعمل التربية الوطنية اليوم الثلتاء بالجزائر العاصمة بين الوصية وعشرة منظمات نقابية حسب ما اكده مستشار وزيرة التربية محمد شاي بدرع واوضح مستشار والوزيرة نوريا بن بريد في حديث للإذاعة الوطنية ان مشروع مثاق خاص بالاخلاقيات والاستقرار يضمن حق التربية للطفل واحق الاضراب للأستاذ سيعرض على النقابات مثمنا المبدأ القضي بوجوب وضع تلميذ في صلب المنظومة التربوية وبخصوص امتحانات نهاية السنة الدراسية 2014-2015 جدد المسؤول نداء الذي وجهته مؤخرا الوزيرة لطلبة الثانويات المعنيين بامتحان شهادة البكالوريا الى عدب مغادرة مؤسستهم في الكويت انطلقت تشغل والاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية اليوم الثرتاء بالكويت بمشاركة وزيري المالية محمد جلاب ونضرائه العرب ومحافظه البنوكية المركزية وسيلتقي الوزير جلاب الذي يقود وفدا هاما على هامش هذه الاجتماعات بمسؤولين من هيئة مالية دولية وإقليمية وعربية كما سيشارك في اشغال الاجتماع الخامس لمجلس الاشراف على الحساب الخاص لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الغاص في البلدان العربية ويتضمن جدول اعمال اجتماعات الهيئة المالية العربية الخمس من مشارك اختيار رؤساء مجالس المحافظين ونواب المحافظين في هذه الهيئات لهذه الدورة في المنفي الصحراوي ثمنت جبهة البوليزاريو مضمون القرار التاريخي الذي اصدره مجلس السلم والامن الافريقي في 27 من مرس الماضي وما تضمنه من مواقف مبدئية وخطوات ملموسة منسجمة مع ميثاقه وقرارات الاتحاد الافريقي والامم المتحدة حسب ما نقلته يوم الثلاثاء وكلة الانبائي الصحراوية وشد مكتب الامنة الوطنية لجبهة البوليزاريو في اجتماع له برئاسة الامين العام للجبهة محمد عبدالعزيز بهذا المكسب الجديد للقضية الصحراوية منوها بما اقره مجلس السلم والامن من خطوات ملموسة من بينها احياء لجنة الحكمام الرؤساء الدول الافريقية الخاصة بالصحراء الغربية وتشكيل لجنة اتصال دولية وتأكيد على المتابعة الدورية للملفة في اليمن قصفت طائرة حربية تابعة للتحالف عصفة الحزم اليوم الثلاثاء قاعدة الحرسي الجمهوري في وسط اليمن التي تسيطر عليها ميليشيات الانقلاب الحوثي وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس اليمنى السابق علي عبدالله صالح ونقلت وكالة ريترز عن مصادر عسكرية أن خمسة قنابل سقطت على قاعدة الحرسي الجمهوري قرب مدينة ابل وقع على بعد مية وستين كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء وستدفت وحدة دفاع جوي وماكن لقامة الجنود وضفت قائد القاعدة وصيب في جنوب البلاد حيث تدور معركة على الأرض بين الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها من ناحية واللجان الشعبية المؤيدة لرئيس عبدالربو منصور هذه من ناحية أخرى بذا مشاهدنا نصل إلى نهاية موجزنا الإخبار شكرا على المتابعة إلى اللقاء